إذن مثل ما قلنا لكم قبل شوية الحمد لله الأرقام صارت أحسن والواعي زاد أكثر في السعودية بخصوص الحوادث المرورية وسلامة الطرق سواء بسبب ساهر الموزع في كل مكان لضبط السرعة وأيضا المبادرات اللي تشجع على الالتزام بقوانين الطرق وكمان يعني إضافة من عندي يمكن إشان البنات بدوا يسوقوا يعني صحيح هنسأل ضحن ونسأل الضيف وبالحديث عن المبادرات في مبادرة جميلة جدا هي مبادرة السائق المثالي لأطلقتها المنطقة الشركية وهي بالإضافة إلى أنها بتمسح كل المخالفات ممكن أن في أحد يفوز فيها والجواء استصل إلى نصف مليون ريال خلونا نشوف تفاصيل عن هذه المبادرة مع معاليران يلا نشوف بهدف التقليل من حوادث المرور وما ينتج عنها من إصابات وإعاقات دائمة أو حتى وفيات انتشرت في الآون الأخيرة في شوارع المنطقة الشرقية كاميرات ساهر لمراقبة السائقين الذين يتجاوزون السرعة المحددة ويرتكبون مخالفات أخرى كقطع إشارة المرور وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة وفي مبادرة فريدة من نوعها وعدت لجنة السلام المرورية السائقين المخالفين بتسديد مبالغ مخالفاتهم في حال عدم ارتكاب مخالفات جديدة لمدة ستة أشهر جهازة المنطقة الشرقية للسائق المثالي تظهر بنسختها الخامسة هذا العام وما هو جديد فيها هو استحداث فرع جديد وهو سأكون سائقا مثاليا من شروط هذا الفرع أن يكون المخالف عنده مخالفات بقيمة خمسة ألاف وما فوق في الحالة هذه يندرج ضمن المتسابقين ويلتزم معنا لمدة ستة أشهر بعدما ارتكابه أي مخالفة وبعدها ينتقل إلى مرحلة الاختبار النظري والعملي ومن ثم يتم الفرز وبعدها يتم اختيار المتسابقين حسب السكورنغ اللي حصلوا عليه وفي حالة الفائز الأول يتم تسديد عنه ما يصل إلى تلتين ألف ريال الشخص لما يلتزم مدة ستة شهور وكان مخالف في وقت ما أكد أن كنت في هذه المرحلة يلتزم هذا الشخص وكفيته شر نفسه وشر الناس تغيير أي سلوك ممكنني أخذ 21 يوم لتغيير أي عادة ويصبح طبعاً قرار إيجابي شجع ألاف الشباب من أبناء المنطقة الشرقية على الاشتراك وتسجيل بياناتهم في موقع الجائزة والله أنا عندي مخالفات يعني للأسف بأكثر من ستة وثلاثين ألف ريال تراكمات سنين الحلو أن الجائزة تعطينا دافع تعطينا خلنا أقول كأنه زي ما نقول قرصة أن نستب اليوم سجلت بالبرنامج وبإذن الله أنه يتم السحب على الفائزين وكون أنا من ضمنهم بإذن الله ورح ألتزم بالسرعة وبحزام الأمان وبالقوال بالتحديد القوال يعني السنافشات هو اللي أكثر شيء يأثر علينا صراحة في مسكن الجوال جائزة السلامة هذا حافز كبير جدا يرح ينقل لنا نقلة نوعية ليش؟ لأننا جايين داخلين على جيل جديد اللي هو قيادة المرأة النساء الحين بدأوا يحصلون على الرخص أنا كمدرب أوص متدرباتي حافظوا على رخصكم سلمتوها جديد إلى مدى العمر لا تتسجع عليكم مخالفات جديدة وبنفس الوقت أنا الوصية اللي أوصيها متدرباتي ينقلونها للبيت لأطفالهم وذويهم يعني زي أنا صارت لبعض المخالفات أول ما كنت سوق المخالفات صراحة عن غير قصد كانت يعني فعلا عن غير قصد بحكم أنه لسه بالبداية نسوق السيارة وكذا فحلو أنه في الجانب فيها أنه فيها تسديد للمخالفات بحد معقول وللي صار لها المخالفات زي كذا من غير قصد وكذا فإن شاء الله أني رح أشارك في الدورة الجاية من الجائزة كما اعتمدت لجنة السلامة المرورية وأن العام الخامس على التوالي صرف جائزة لخمسين سائق مثالي لم يسجل ضدهم مخالفات لفترة ثلاث سنوات عبر التسجيل في موقع جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي لبرنامج صباح الخير يا عرب معالي راضي الدمام شكرا يا معالي لأتك العافية والحديث أكثر عن موضوعنا اليوم معنا من جدة الكاتب الصحفي عادل محمد عبدو يسعد صباحك وياهلا وسهلا فيك صباح الخير ياهلا وسهلا صباح النور سارة صباح النور علي صباح النور لكل جمهور MBC الجميل يسعد صباحك في البداية إيش رأيك بهذه المبادرة عشان يخففوا من حوادث المرور المبادرة خطوة جميلة خطوة رائعة يعني كان المرور سابقا يعني يحط التركيز على السائق الآن سار فيه شيء بحيث أنه يرد للمواطن أو السائق يعني شيء جميل المبادرة جميلة وخطوة جميلة ولكن هي ليست كل شيء في المرور ونتمنى هذه المبادرة أن كمان تنتقل مستقبلا لجميع مناطق المملكة على أساس مملكتنا واحدة ولا يوجد فيها تفريخ طيب لجل المخالفين موجودين في كل مناطق المملكة صحيح طيب أستاذ أدلش رأيك في غوانين المرور وهل تتوقع أن يجب أنها تكون أكثر صرامة مثلا أنهم يرفعون مثلا المخالفة أو أنهم مثلا يربطونها بتأمين حق السيارة إذا كانت مخالفاتك أكثر فتأمينك يكون أعلى ولا أشو رأيك أنا مع أن المخالفات والهدد تكون منطقية وتكون فيها رحمة للناس أنه فرضاً أجي أضع قطع إشارة ثلاثة آلاف هذه كثيرة ممكن أحطها أول مرة خمسمائة ريال ثاني مرة ألف ريال ثالث مرة ألفين ريال رابع مرة فرضاً ثلاثة آلاف وتستمر عن ثلاثة آلاف ما تزيد لازم يكون فيه تدرج لجي نوجي إنسان قد يقطع إشارة سهواً صحيح والمخاطر والمخاطر الموجودة في الطرق يعني ما زال إلى يوم دا يوماً دا وأنا أشوف في جدة فرضاً ربما في أغلب مناطق المملكة إشارات مرورية خلف الأشجار أو خلف لوحة إعلانية أو خلف عامود كهرباء برضو نفس الشيء في النهاية الكاميرا حتسجل مخالفة لكن المواطن ما شافها لجي إنه إشارة مرورية خلف الشجرة أستاذ عادل أنا قبل أسبوعين كنت في جدة وكنت بسوق هناك يعني كسواقاً وبنت يعني يمكن هذه الأشياء التي تذكرها قليلة في أحياء معينة أستاذ عادل لكن في الطرق العامة في طريق الملك في الكورنيش كل شيء واضح وكل شيء يبين لكن المخالفات من الناس نفسها لمن فجأة يقص عليك السيارة من غير ما يدي إشارة لمن في الدوار يمشي ما يوقف لك ما عندهم الأفضلية لمن بداخل الدوار كل هذه الأشياء ما يفعل نقول أنها سهواً من المواطن لأنها ممكن تأخذ حياة شخص آخر مما لا شك فيك كلامك صحيح بس لكي نكون عادلين في المرور وفي النظام يجب أن لا نستثني أي ثغرة إطلاقاً يعني ما يجي أحط المواطن المواطن ويوجد عندي أخطاء في تصميم الطرق وعندي أخطاء فرضاً كمثال أغلب الأرصفة في مدينة جدة غير ملونة بينما أغلب الأرصفة في أغلب مدن العالم حتى الدول الفقيرة ملونة يوجد قصور شديد وعندي أمثلة في مواقع لو سويت جولة ميدانية في قصور في لوحات السلامة أغلب المدارس عندنا بس عفونا استدعاد يعني ما عليش على المقاطعة بس إحنا اليوم جلسين نتكلم عن مبادرة جميلة جداً المبادرة حرفياً تحاول أنها تخفف من المخالفات الموجودة فإحنا بس ودنا نركز على هالموضوع هذا فيعني إحنا جلسين نتوقع أو جلسين نتكلم أن هل تتوقع أنت أستاذ العزيز أن مثل هذه المبادرات راح تخفف من المشاكل أو المخالفات الموجودة عندنا وبكثرة في الوسط السعودي المبادرة هذه هتفيد بعض الناس اللي عندهم مخالفات لكن ما سوت لي شيء يعني هي تقريباً للاستهلاك الإعلامي أكثر من كونها أنها تعزز الوضع المروري في عندي قصور في أمور المرور يجب أن ينظر لها ليس فقط المبادرة المبادرة ربما أكثر تكون للاستهلاك الإعلامي وتتجانب وتتعامل مع جانب واحد عندي جوانب ثانية إذا فعلاً كنا صادقين عفوا أستاذ عادل للأمانة للأمانة مبادرة جميلة هدفها سامي هدفها حلو لا أنكر هذا الكلام لا أنكر هذا الكلام بس أني أنا أضع المبادرة تضل كوني أني أنا أضع المبادرة أنه سوينا مبادرة حتنقص الحوادث المرورية حتنقص المخالفات لا أنا بهذه الطريقة أنا ما أعطيت الأمر حقه يعني المبادرات لو نرجع للتاريخ جميع السنوات الماضية كان فيها مبادرات وجميعها كانت في مبادرات جميلة وعلى مستوى المملكة وعلى مستوى دول الخريج لكن لما نشوف الإمارات نجحت في مبادراتها البحرين نجحت في مبادراتها ليه إحنا ما نجحنا المبادرات تشوف قارن الشوارع عندهم قارن الشوارع عندنا إذن علينا أن نتجه نجعل نسوي مبادرات فيما يخدم فعلاً النظام المروري وليس فقط من ناحية السائق والمخالفات شكرا لك أستاذ عادل محمد عبد يمير